قد أنزلنا إليك آيات بينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي شرف المسلمين بالقرآن الكريم وجعله لهم عزا وفخرا قال تعالى وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأله ويسر كلماته سبحانه وتعالى للتلاوة وللحفظ ومعانيه للتدبر وللفهم قال تعالى ولقد يسرنا الكرآن للذكر فهل من مدكر والصلاة والسلام على سيد الورى وإمام أهل الطقى نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أحبتي في كل مكان أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم آيات بينات أسعد بصحبتكم في هذا اللقاء الطيب المبارك كما أسعد بصحبة شيخنا وأستاذنا وحبيب قلوبنا فضيلة الشيخ الدكتور زكي محمد أبو سريح أستاذ التفسير وعلوم القرآن بجامعة الأزهر الشريف أهلا ومرحبا فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم وبالسادة المشاهدين شيخنا الحبيب موعدنا اليوم مع هذه الآيات تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض من سورة البقرة نستمع إليها ثم نعود للتعليق عليه تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله مقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد شيخنا معلوم أن المرسلين يتفاضلون تارة في الكتب المنزلة عليهم وتارة في الآيات والمعجزات الدالة على صدقهم وتارة في الشرائع وما جاءوا به من العلم والعمل وتارة في أممهم هذا كلام إمام ابن تيمية رحمه الله فما هذا التفضيل الذي ذكره الله تبارك وتعالى أولا هذا التفضيل يدخل تحت قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نحن كسمنا بينهم معيشاتا في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعضا درجات نعم فهذه الآية المجملة من صورة الزخرف وضحت توضيحا مناسبا في صورة البكرة والقرآن يوضح بعضه بعضا نعم ويكمل بعضه بعضا نعم أحسنت فهذا التفضيل سواء كان في الشخص نفسه أو في الكتاب المنزل عليه أو في قومه من حيث القلة والكثرة أو من حيث التصديق والتكذيب كل هذا يدخل تحت قوله تعالى لا يسأل عن ما يفعل وهم يسألون هذا يعني ليس من حق أي شخص من أم من الأمم أن يكون لما فضل أولو العزم مثلا لما فضل سيدنا نوح مثلا على غيره قبل أن يأتي سيدنا إبراهيم وهكذا فهذا التفضيل ما رده إلى الله تبارك وتعالى ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم الله أكبر شيخنا ما هو واجب المسلم تجاه كل رسول وكل نبي بالنسبة لنا نحن المسلمين الذين هم الأولون والآخرون كون هذه الأمة فضلت على جميع الأمم وكون للشخص يجب عليه إذا ما سمع اسم نبي من الأنبياء أو رسولا اسم رسول من الرسل عليهم الصلاة والسلام أن يقول عليه السلام إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مع غيره من الأنبياء يقول عليهم الصلاة والسلام ويؤمن به إجمالا لكن ليس من واجبه أن يقول ما شريعة نوح حتى نترسم قطاعها أو شريعة إبراهيم عليهم الصلاة والسلام أن نترسم قطاعها أبدا يجب على كل مسلم أو مسلم الآن أن يؤمن بمن ذكرت أسماؤهم في القرآن الكريم إيمان إجمالي يؤمن إجمالا بأنه نبي من الأنبياء أو رسول من الرسول عليه الصلاة والسلام وليس من واجبه أن يقول ما شريعتهم حتى نسير على قطاعها وقد أكرمنا الله بالإسلام بعد أن اكتمل لأن الدين الإسلامي هو دين جميع الأنبياء والمفصلين نزلت حلقة معينة تناسب آدم عليه السلام وحلقة أخرى تناسب نوحا عليه السلام وحلقة تناسب فلان أو فلان أو فلان عليه الصلاة والسلام فنؤمن بما جاء ذكرهم بمن جاء ذكرهم في القرآن الكريم أو السنة النبوية الصحيحة أنه كان نبيا أو رسولا لكن ليس من واجبنا أن نسأل عن شريعته مفصلة حتى نوازن بينه بين الإسلام والإسلام جاء كاملا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين حسنتم يعني واجب المسلم أن يؤمن برسل الله وبأنبياء الله كما قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله الله أكبر لا نفرق بين أحد من الرسل لا نفرق بين أحد من الرسل نعم نعم يا شيخنا الله فضل الرسل على بعض فهل للمسلم أن يفضل الرسول على رسول ليس من حق المسلم أن يفضل رسولا على رسول نعم ومجرد أن نكرأ الآية نقول سمعنا وأطاعنا وفرانك ربنا وإليك المصير ومن الأدلة على عدم جواز تفضيل المسلم لنبي على نبي أو لرسول على رسول لما حدثت مشادة في سوق بني قينقاع وحصل خلاب بين البائع والمشتري فقال اليهودي لا والذي فضل موسى على سائر العالمين فقال المسلم لا والذي فضل محمدا على سائر الخلق أجمعين فحدثت مشادة فترتب عليها أن المسلم لاطم اليهودي ولما احتكم إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفضلوني على موسى بن عمران فأنه حينما ينفخ في الصور النفخة الأخيرة فإذا هم قيام ينظرون الرسول يقف فيجد موسى قائما بساق العرش يقول من باب التواضع لا أدري هل ممن أصابته صعقة الموت ثم أفاق قبلي أم ممن استثناهم الله عز وجل إلا من شاء الله بيقول هذا الكلام حتى لا يتجرأ أحد ويقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل من غيره ولا غير المسلم أن يقول موسى بن عمران أفضل من غيره وهكذا وقال بجانب المسلم حتى لا يطمع اليهودي في هذا العدل عدل الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تفضلوني على موسى بن عمران لا تفضلوني على يونس بن متى هذا التواضع لكن حتى لا يستغل هذا التواضع غير المسلم فقال والذي نفس بيده لو كان موسى حيا ما واسعه إلا اتباعي الله أحسنتم شيخنا قال تعالى تلك الرسل وفضلنا بعضهم على بعض ده ذكر للرسل إجمالا منهم من كلم الله ثم ذكر بعض صفات أو معجزات بعد أنبيائه سبحانه وتعالى منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات مسروا في ذكر عيسى تحديدا في هذه الآية ذكر عيسى لأنه أقرب عهد لأنه أقرب عهد برسول الله صلى الله عليه وسلم هو آخر الأنبياء المرسلين على الخول الراجع والعرب وقتها كانوا يسمعون بعيسى ومعجزات عيسى وبما إبراء الأكمة والأبرس وأحياء الموت بإذن الله وكذا وهو أقرب الأنبياء عهدا والمرسلين عهدا برسول الله صلى الله عليه وسلم لكن لو ذكر مثلا معجزات نوح عليه السلام أو معجزات كذا في من يعرفها وفي من لا يعرفها إلا بعد نزول القرآن لكن ذكر عيسى صلى الله عليه جميعا وسلم في هذه الآية لبيان أن العرب وقتها كانوا حديث عهد سمعوا كثيرا عن عيسى عليه السلام وبالتالي هذه المعرفة أدعى إلى تصدق جميع الأنبياء المرسلين أنه ما دمنا قد صدقنا عيسى فيما ذكر القرآن لابد أن نصدق جميع الأنبياء المرسلين فيما أخبر به القرآن الله واجه نعم شيئا أن نوضح لسادة المشاهدين ما الفرق بين النبي والرسول الفرق بين النبي والرسول أن النبي جاءه وحي ولم يؤمر بتبليغه هذا تعريف وفي من يقول جاءه وحي وأمر بتبليغه أما الرسول أما النبي القول الراجح أو الفصل نبي جاءه وحي عن طريق نبي مرسل آخر وأمر بنشره وتبليغه كأنه تابع للرسول كأنه تابع للرسول أما الرسول عليهم الصلاة والسلام فجاءه وحي وأمر بتبليغه وكلف أتباعه بنشر هذه الرسالة أو تلك النبوة إذن الرسول هو من أتى برسالة نعم وأمر بنشرها ودعوت قومه نعم إليها نعم لكن النبي تابع لغيره نعم وأذكر مثلا على سبيل التعجل وليس الاستطراض يوشع بن نون نبي من أنبياء بن إسرائيل وكان تابعا لموسى عليه السلام نعم ويقوم بنشر الرسالة الموسوية نيابة عنه قدر استطاعات نعم إذن السؤال بقى اللي لازم يطرح نفسه نعم ومن هم أول العزم من الرسول أولا أولو بمعنى أصحاب نعم والعزم بمعنى البأس الشديد والقوة في الحق الله وذكروا اللي هو نوح عليه السلام وإبراهيم عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام ومحمد صلى الله عليه جميعا وسلم خاتم الأنبياء دول أصحاب العزم والبأس الشديد في إحقاق الحق وإبطال الباطل ووصفوا بهذا الوصف الشريف في القرآن الكريم لأنهم تحملوا ما لم يتحمله غيره لذلك فضلوا فضلوا لما قاسوه لما قاسوه وتحملوه في ذات الله في الأزل الذي وقه إليه من أمامهم وأقوامهم وأكثرهم تحملا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم نعم إذن شكنا هذا التفضيل نعم لم يأتي لمجرد ربنا فضلهم ولكن فضلوا بسبب تحمولهم في ذات الله وصبروا في ذات الله يعني على سبيل المثال وإن كان الرسول فوق الكل صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم ولا فخر إلى آخر الحديث لكن في القصص الخاص بنوح عليه السلام طبعا عاش ألف وخمسين سنة والناس تظنوا أن ألف سنة إلا خمسين عاما يا في الحقيقة ابن عباس رضي الله عنه في قصص الأنبياء وضح أنه عاش ألفا وخمسين أربعين قبل النبوة تسعمائة وخمسين سنة قبل الطوفان وستين بعد الطوفان الله فالإجمال لحياته ألف وخمسين ألف وخمسين نعم فكان يأتي الحفيد يأتي الرجل المسن عمره مثلا سمانمائة سنة وأمر حفيده اللي عمره تلتمائة سنة مثلا أو ربعمائة سنة فقل احملني إلى هذا الرجل اللي هو نوح عليه السلام فيحمل القد الحفيد يحمل القد ويقول يمين شمال حد ما يعرف حلقة نوح عليه السلام يقول لا تصدقه فإنه كذاب ثم يأمر حفيده بالعودة به إلى بيت فقول نوح عليه السلام يتحمل تسعمائة وخمسين سنة في تكذيب المكذبين وفي سخرية الساخرين عد من القولي العزم عليهم الصلاة والسلام جميعا الله أكبر الله أكبر كذلك معلات سيدنا موسى سيدنا عيسى وسيدنا ابراهيم وسيدنا عيسى والسيدنا محمد عليهم الصلاة والسلام حينما نتحدث بما ذكره الكرآن لا نقارن سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم بأي نبي آخر أو بأي رسول آخر حتى لو من قولي العزم هذا الكلام ليس من عندنا بل هو من القرآن الكريم والسنة المطهرة تحمل الكثير حتى تصل الدعوة إلى أقصى الشرق والغرب وحملها من بعده أصحابه فنشروا الدعوة قدر استطاعتهم شيخنا الحبيب جزاكم الله خيرا الله بارك مبارك أن نفيكم على هذا النقاء الطيب المبارك وإياكم جزاكم الله خيرا أحبتي سعدنا بلقائكم في هذا البرنامج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من هذا العمل ويجعله خالصا لوجهه الكريم دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته قد أنزلنا إليك آيات بينا